لذلك عندما نزل التمرين الثاني نزل التمرين الثاني لأن المستوى لا يتم تمرين الثاني المستوى منصوب إلى معلم متعمد من منظم OIG نعتبر دلة الجزء A نعتبر دلة لذلك نسمى الثاني هنا A نعتبر دلة الخطيئ F والمستقيم تمثيلها المبياني في المعلم OIG لذلك هذا هو تمثيل المبياني للدلة F لذلك السؤال الأول حدد أولا حدد صورة العدد واحد بالدلة F مبيانيا صورة العدد واحد لذلك كيف يكون الأعداد؟ لذلك نريد أن نقول هنا Z هنا Y لذلك كيف يكون هنا الأعداد؟ هما هذا وهنا يكون الصور وبالتالي ما هي الصورة العدد واحد؟ هذه هي هي جوج مبيانيا صورة العدد واحد بالدلة F هي جوج يعني بعبارة أخرى أفد واحد تساويج صغير صغير سؤال الثاني حدد مبيانيا العدد الذي صورته بالدلة F هي ناقص جوج ناقص جوج صورة هي ناقص جوج إلا نحوار الأفاصل لا يمكن أن تكون تساويج علم سؤال الغدد قال هو ناقص واحد ونقول مبيانيا العدد الذي صورته ناقص جوج بالدلة F هو ناقص واحد يعني بعبارة أخرى إذا نريد أن نقوله F ناقص واحد هي ناقص جوج هذا السؤال الثاني السؤال الثاني قالوا نحدد F بدلالة X مكان ما سهل من هذه الدوالة الخطية بما أن كدير F بما أن F دالة خطية فإن F تساوي A حيث A معاملها لذلك سنحدد A لدينا A مثلا يساوي F دالة واحد على واحد على واحد لذلك هي جوج على واحد التي هي جوج لذلك 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 0 لذلك فإن فإن قالوا هنا رابعا رابعا بدون حساب F قسمية لذلك حدد قيمة F قسمية اعلامية خطية 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 هنا في الناقص وهنا في الناقص لذلك سأقوم بها ناقص F من الناقص 100 على ناقص 100 حسنا سأرى هنا ضربت البسط في الناقص وفي المقام في الناقص لذلك ما هي F ناقص مية نحن بحسب المعامل لذلك فإن فإن لدينا X ناقص 100 وبالتالي سأعطينا ناقص جوج سأرى ناقص لذلك هذا هو الجوج ومع هذه الناقص هي ناقص جوج هذا هو الجزء الأول نضع الجزء الثاني B قلنا نعتبر هذا التألفية J ومستقيم الدلتا تمثيلهاها المبينة بمعالم OEJ ممثلة أسفل السؤال الأول المهمة المستقيم هذا تمثيل المبينة الجزء إعتبر أن نحدد المبينة صورة العدد السفر بالدلله أولا مبينة صورة العدد السفر لذلك كيف نرى الأعداد هنا في محور الأفاصيل كيف يوجد 0 ؟ هذا هو الأصل وبالتالي هذا العدد 0 لذلك كيف يوجد صورة هذا صحيح ؟ هو الأرتوب عند الأصل لذلك صورة العدد 0 بالدالة J هي 1 يعني بعبارة أخرى ممكن أن نقوله بالله J 0 تساوي 1 السؤال الأول السؤال الثاني حدد مبيانيا أراك أن أعود لكم الأرقام فقط لكي نرى كيف يمكن أن يضبط 100% ما يحدد مبيانيا أخرى العدد الذي صورته بالدلج هي 0 لذلك كيف نرى 0 دائما 0 هو ولكن ذلك سوف نرى سوف نرى هذه التجاة نقلب على العدد في الأرقام في الأرقام التي نقلب على الإسقاط التي تأتينا على محور الأرقام التي تأتينا على الضر وهذه هي 1 على الجوش صافي هي هذه لذلك مبيانيا العدد الذي الذي صورته مبيانيا الذي صورته العدد الذي صورته 0 بالدلج هو 1 على الجوش يعني بعبارة أخرى جدية 0 تساوي 1 على الجوش حسنا حسنا سؤال من الجوش حدد g بدلالة x سؤال ثالث كيقولون حدد g x voilà حدد g x سؤال سأقول بالنفس دلالة تغير بما أن g دالة تألوفية فإن g x سأتكتب على شكل ax زائد b حيث a هو معاملها b لابغينا نقول صورة صفر صورة العدد صفر أو صورة العدد صفر أو لا نقول أرتوب عند الأصل أو كان مهم صفر جيد لذلك سنحدد a سنحدد a لدينا a صفر ج 1 مثلا سأخذ هذا هذا الذي صفر نقول مثلا سأقوم جيد صفر سأقوم عفو ما يريد أننا نقوم أتظر ما يريد أن العدد صورته صفر 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 يجد صفر 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 وبالتالي هذه غطتنا هي ناقص واحد على واحد على جوج اللي هي ناقص جوج إذن ومنه عن بول جدو إكس كتساوي ناقص جوج إكس زائد ب السؤال آخر لنحدد ب حسنا لنحدد ب مثلا لدينا جزارو سنقوم بجزارو الذي لدينا هنا ولكن أولا نحسب الصورة الصفر هي ناقص جوج صفر زائد ب تساوي ب وأنا أعلم ناقص جزارو تساوي واحد إذن كونان دب تساوي واحد ومنه عن جدو إكس تساوي تساوي ناقص جزارو ما يسأل السؤال الرابع قالوا لنا بدون حساب جد 17 صفر بدون حساب جد 17 والجد ناقص 25 حسبونا جد ناقص 25 ناقص جد 17 على 42 قد تساوي قد تساوي قد تساوي لذلك لدينا قد تساوي ناقص جد لذلك على ناقص 25 ناقص 17 هذا ماذا هو؟ هذا هو المعامل من المعامل سوف ناقص ناقص هذا وبما أن هذا وبما أن ناقص 25 ناقص ناقص 17 سوف نحسب هذا المقام ناقص 25 ناقص 17 هي ناقص 25 ناقص ناقص 25 ناقص 17 ناقص 42 هذا ناقص ناقص 25 ناقص ناقص هذا يساوي ناقص الجوش إذا نضرب كل شيء هنا في الناقص و سأقوم بإمكاني هنا الجوش ناقص 25 ناقص الجوش 17 على 42 تساوي الجوش صفح تساوي الجوش ونهاية حل التمرين الثاني